كونه إنجازاً هندسياً لبناء قنوات مائية تحت الأرض والذي تطلب فهماً عميقاً لعوامل مختلفة أدرجة كهريز حاجبيخان السفلي في كاركوك ضمن لائحة التراث العالمي لمنشآت الري تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع رصدها لنا مراسر رابع في المحافظة مهند التميمي بسبب فهمه المتعمق لعوامل مختلفة كإنحدار تضاريس الأرض وعمق منسوب المياه الجوفية قبل 150 عاماً ولتوفيره مياه الري للأغراض الزراعية والمنزلية بطريقة الأواني المستطرقة كهريز حاجبيخان السفلي الواقع في أطراف ناحية شوان شمال محافظة كاركوك أدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنشآت الري أعلنت الوزارة عن إدراج كهريز حاجبيخان السفلي في الموقع هذا الحالي ضمن قائمة التراث العالمي لمنشآت الري جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي 75 للجنة الدولية للري والبزل والمنعقدة في مدينة سيدني الأسترالية باعتباره إنجازاً هندسياً لبناء القنوات المائية تحت الأرض والذي تطلب في حين فهماً عميقاً لعوامل مختلفة كالانحدار وتضاريس الأرض وعمق منسوب المياه الجوفية إنجاز هندسي ببناء قنوات مائية تحت الأرض فهي مجموعة آبار تفصل بين الواحدة والأخرى نحو مئة قدم وتتصل مع بعضها عبر قناة تجري تحت الأرض تصل إلى ثمانين قدماً يبلغ عرضها متراً وعمقها يصل إلى أربعة أمتار وهي مياه عذبة تعتبر كهريز حاجي بيخان من الكهاريز القديمة في شمال محافظة كاركوك في ناحية شوان يعود عمرها أكثر من مئة وخمسين سنة هي عبارة عن خمسة عيون ينابيع تجتمع بقناة تحت الأرض تجبع هذه العيون الخمسة التي تمر بها المياه شتاء وصيفاً هي عيون طبعاً مستمرة فالاستفادة منها كانت لسقي الأراضي أنصى منسوباً من أراضي العيون وعمرها يعود للزمن العثماني تقريباً بحدود المئة وخمسين سنة وأكثر إدراج كهريز حاجي بيخان السفلي كأحد مشاريع الري الترافية والتعرفه دولياً جهد يتطلب أن يدعم حكومياً ليكون نقطة انطلاق لغيره من المشاريع الترافية المندفرة من داخل ناحية شوان شمال كاركوك مهند التميمي الرابعة ترجمة نانسي قنقر